بسم الله الرحمن الرحيم واصل الحديث حول مسألة وجوب نية الإمامة والاعتمام الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم مثال أن يأتي رجل إلى جانب رجل ثم يكبر فيظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فينوي الإمامة ولكن هذا الذي كبر لم ينوي الإتمام به قالوا هنا لا تحصل ثواب الجماعة صلاة كل منهما صحيحة ولا تحصل أو لا يحصل ثواب الجماعة وقيل يحصل ثواب الجماعة والله أعلم المسألة السادسة الانتقال من منفرد إلى الإتمام من كونه منفردا إلى أن يكون مأموما مثال صلى منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا فانتقل معهم من انفراده إلى أن يكون مأموما بالإمام الذي صلى بهؤلاء الجماعة فما الحكم؟ قالوا هذه الصورة فيها قولان الأول أن الصلاة لا تصح لأن النية تبعضت حيث نوى الانفراد ثم ترك الانفراد وأصبح مأموما فالنية لا تتبعض وإنما هي نية واحدة القول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الإتمام أن ينوي منفردا ثم يلتحق بالجماعة ويصبح مأموما وهذا هو الراجح والله أعلم المسألة أو الصورة السابعة الانتقال من انفراد إلى إمامه يعني أن يبدأ الصلاة منفردا ثم ينتقل إلى أن يكون إماما وفي هذه الصورة أمران أو حالتان الحالة الأولى في حال النفل إذا انتقل من كون منفردا إلى أن أصبح إماما في النفل قالوا يجوز ذلك واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فجاء ابن عباس فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فجعله عن يمينه فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من كونه منفردا إلى كونه إماما فهذه في مسألة النفل الحالة الثانية في مسألة الفرض إذا كان منفرداً فانتقل إلى الإمامة في صلاة الفرض ابتدأ منفرداً ثم جاء جماعة في المسجد فجعلوه إماماً لهم وصلوا خلفه في هذه أيضاً قالوا أنها لا تصح ويمكن أن يستدل على ذلك بما ذكرنا من أن النية لا تتبعض والقول الثاني أن ذلك يصح وأن الصلاته صحيحة وإمامته صحيحة ويقاس ذلك على النفل فكما ذكرنا أن ابن عباس في النفل صلى عن نسار النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم منكون منفرداً إلى أن أصبح إماماً فكذلك في مسألة الفرض الصورة الثامنة هي الانتقال من كونه مأموماً إلى كونه منفرداً أن ينتقل من كونه مأموم إلى كونه منفرداً هذه الصورة قالوا إذا كان له عذر فإن ذلك جائز وإن لم يكن له عذر فإنه لا يجوز إذن هذه الصورة الثامنة الانتقال من كونه مأموم إلى الانفراد يعني ينفرد عن المأمومين الذين يأمهم إمام ويصلي منفرداً قالوا إن كان له عذر جاز ذلك وإن لم يكن له عذر فلا يجوز والأعذار مثل أن يكون به احتباس والإمام يطيل الصلاة فيترك الإمام ويصلي يكمل صلاة منفرداً ويسلم ويذهب أو كون الإمام يطيل القراءة إطالة تؤدي إلى أن يفوت متاعاً أو يتأثر أو يفوت شيء من ماله فإنه يترك الصلاة بمعنى أنه يكمل صلاة منفرداً ويسلم ويذهب واستدلوا على ذلك بقصة الرجل مع معاذ بن جبر رضي الله عنه لما أطال صلاة العشاء فانفرد الرجل وصله وذهب فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب معاذ وقال تريد أن تكون فتاناً وأمر بأنه لا تطال الصلاة طالة تؤدي إلى الإضرار بالآخرين الصورة التاسعة الانتقال من الإمامة إلى الإنفراد ولذلك صورتان الصورة أو حالتان الأولى أن تبطل صلاة المأموم تقدم الإمام وصله وكان خلفه ثلاثة أو اثنان من المأمومين فبطلت صلاتهم بأن قاموا إلى الصلاة وهم على غير وضوء فتركوا الصلاة فانتقل الإمام من كونه إماماً إلى كونه منفرداً والصورة الثانية أن ينفرد المأموم عن الإمام لعذر بأن المأمومين يتركون الإمام لعذر من الأعذار كما ذكرنا إما للإطالة أو غير ذلك من الأعذار فيبقى الإمام منفرداً فينتقل من كونه إمام إلى كونه منفرد وفي هاتين الصورتين صلاته صحيحة ويكمل صلاته منفرداً الصورة العاشرة الانتقال من إمام إلى ائتمام أو العكس الانتقال من ائتمام إلى إمامه وهذه الصورة يمكن أن يمثل لها بالإمام الراتب إذا اعتل فقدم شخص يأم الناس وتأخره عن الإمام فهو انتقل من كونه إمام إلى أن أصبح مأموماً والذي خلفه انتقل من كونه مأموماً فأصبح إماماً وهذه الصورة جائزة وذلك يستدل لها بقصة أبو بكر رضي الله عنه لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يأم الناس فتقدم أبو بكر فأم الناس ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عن نسار أبو بكر وأخذ يصلي بالناس وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وناس يصلون بصلاة أبو بكر فهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن ينتقل من كونه إمام إلى كونه مأموم أو من كونه مأموم إلى كونه إمام وهذا الانتقال صحيح وجائز هذا والله أعلم وأحكم